موسيقى حجر ألقي في مياه العلاقات الراكدة بين واشنطن والخرطوم بإعلان الخارجية السودانية لاتفاق مع الولايات المتحدة على بدء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بهدف رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ورغم أن الحديث بين البلدين يدرجه كثيرون في خانة النوايا طيبة إلا أن الخطوة تبقى مهمة ويقضب بها الجانبان على عقود من التوتر بعد خطوة واشنطن برفع الحظر التجاري المفروض على الخرطوم منذ عقود ها هي الآن تبدي استعدادها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لكن بشروط وزير الخارجية السوداني الدردير محمد أحمد بدأ جولة حوار جديدة مع الإدارة الأمريكية في واشنطن بالتزامن مع صدور بيان من الخارجية الأمريكية يبين شروطاً أمريكية ستساهم في حال تنفيذها بشط باسم السودان من القائمة أبرز تلك الشروط توسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها إضافة إلى تهيئة بيئة للتقدم في عملية السلام في السودان جولة الحوار الثنائية سبقتها خطوات إيجابية قامت بها الخرطوم ومنها الإعلان عن قطع العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية بشكل نهائي واستضافتها لمحادثات سلام مع دولة جنوب السودان وما أفضت إليه من اتفاق إعلان مبادئ يمهد لسلام دائم في المنطقة إلى جانب تحسين الوضع الأمني في إقليم دارفور الخطوات الإيجابية من قبل الخرطوم أدت إلى قيام واشنطن بتحسين تصنيف السودان في قائمة الدول المنتهكة لمعايير مكافحة الإتجار بالبشر بعد إشادة رسمية أمريكية بجهود الخرطوم في هذا المجال كما رفعت واشنطن كذلك اسم السودان من لائحة الدول التي تجند الأطفال ينضم إلينا من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي طلال إسماعيل أهلا بك سيد طلال ومساء الخير عقوبات رفعت عن السودان لكن إلى أي درجة تبدو السودان قريبة من رفع تهمة الإرهاب عنها نعم أعتقد أن هناك بعد التقدم المحروز في هذه الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية أولا بخصوص قطع الإلاقات كما شارت تغرير مع كوريا الشمالية فهو اتفعلته الخرطوم وصدفت محادثات سلام جنوب السودان وأدت إلى تتويج الاحتفال بها في جبا وعودة زعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار إلى جبا للمشاركة في تنفيذ هذا الاتفاق الأمر الثالث هو ملف يتعلق بالحريات الدينية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الخرطوم أعتقد أن هناك الآن بوادر في هذا الاتجاه رغم بعض الانتهاكات التي تشير إليها بعض المنظمات الإنسانية والذات الصلة بحرية التعبير لكن هناك أيضا تقدم على المستوى التشريعي في الخرطوم تبقى ملف تحقيق السلام في السودان وأعتقد أن الخرطوم الآن تبزل فيه مجهودات كبيرة من خلال استضافة جبا عاصمة جنوب السودان للمباحثات القادمة وتحرك الوساطة الإفريقية بغيادة سامبو أنبيكي في هذا الموضوع أعتقد أنه يمكن أن نشهد تقدم محروز مع بدي هذه الجولة الثانية من المباحثات السودانية الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب بخصوص تعاون السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية المخابرات الأمريكية وكالة المخابرات الأمريكية هي أشارت بوضوح إلى هذا التعاون الكبير الذي بزله السودان من خلال تسليم مطلوبين لديهم جاءوا إلى الخرطوم وسلمتهم الخرطوم وأشارت إلى المعلومات التي قدمتها الخرطوم في كثير من القضايا المتعلقة بالإرهاب إذن هناك موضوع جديد هو الحريات الدينية لأعتقد أن الخرطوم الآن تدير حوار داخلي بخصوص المصادقة الأتفاقية كيف تنظر إلى الربط ما ارتباط مسألة الإرهاب بالحريات الدينية في السودان هذا أمر أليس يبدو غير مرتبط للإرهاب مسألة أخرى مرتبطة بحقوق الإنسان نعم الملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية كلما تقدم الحوار تضيف شروط وتدخلها بين الحين والآخر كانت هي خمسة مسارات لكن الآن سميت بمسارات الخمس زايد واحد أضيف هذا المسار الجديد وهو مسار يتعلق بإسارة الشعور السودانيين ربما يتعلق بالمصادقة على اتفاقية سيدا والحريات الدينية هناك تقدم كبير في مجال الحريات الدينية لكولاية المتحدة الأمريكية تريد تشريعات بخصوص هذا الموضوع والمصادقة على اتفاقية سيداو وقد أسيرت حفظت بعض المزولين عندما ذكر هذا الأمر صراحة داخل البرلمان السوداني الأمر الذي دعا إلى إطلاق حملة شعبية داخل مساجد الخرطوب وإلى ما ذلك جدير بالذكر هنا أن اتفاقية سيداو الحكومة الآن تمضي في هذا الاتجاه رغم هذه الحملة الداخلية من المساجد ومن دور العبادة وإلى ما ذلك لأنها تصير قيم معتقدات السودانية لكن أعتقد أنه ستحزو حزو بقية الدول التي وقعت وصادغت على هذه الاتفاقية ولكنها بين قوسين هي تتحفظ على التنفيذ الكامل لها بيان الخارجي رحب بالتزام السودان بتحقيق تقدم في هذه المسائل الرئيسية وقال أيضا البيان أن الولايات المتحدة مستعدة لإطلاق عملية إلغاء تصنيف السودان كدولة إذا التزموا بجميع المعايير القانونية ذات الصلة يعني كيف يقرأ الموقف الأمريكي إلى أي درجة يعني يعود للسؤال الأول يبدو أن السودان قريبة من رفع اسمها من قائمة الإرهاب السودان بفضل يعني الدعم العربي الذي وجده وأريد أن نسميه هنا بالأخص دولتين المملكة العربية السعودية دولة الإمارات خلال رفع العقوبات التجارية في اكتوبر من العام الماضي الآن المبحثات التي تمضي في هذا الاتجاه هناك إشادة من الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ السودان لبعض مطلوبات هذا المسار الساني من الحوار السوداني الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب أعتقد أن هذا الدعم العربي بالإضافة إلى تنفيذ السودان لبعض هذه المطلوبات الأمريكية يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع اسم السودان من الدول الرائعة للإرهاب إذا ما نظرنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بقلق شديد إلى دخول الدول المنافسة لها في السوق الأفريقي وهي لا تريد أن يكون السوق الأفريقي مركزا لهذه الدول العظمى التي تغاسمها الميزان التجاري مع دولة إفريقيا والسودان يعتبر بوابة لهذا العمق الأفريقي الآن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسالة واضحة إلى قيادات المعارضة السياسية السودانية أنه ينبغي الدخول في تسوية سياسية مع الحكومة السودانية وذلك من خلال اللقاء القائم بالأعمال الأمريكي مع قادة المعارضة في العاصمة البريطانية لندن خلال بداية شهر أكتوبر وأرسل لهم نتمنى أن نراكم في الخرطوم قريبا كانت رسالة واضحة من الجانب الأمريكي بخلاف الرسالة التي جاءت من الخزانة الأمريكية والجهاز المخابرات الأمريكي السياسية تأثير سيد طلال رفع السودان من قوائم الارهاب على اقتصاده المنهك جراء العقوبات أيضا نعم هذه الخطوة ستساهم كثيرا في زيادة معدل النمو الاقتصاد السوداني ستساهم في حل الضائق المعيشية التي يعانيها المواطن السوداني لأن هذه العقوبات الأمريكية أثرت بصورة مباشرة على المواطن وكان لها أثر كبير في حياة المواطن اليومية لذلك هي ستساهم بصورة كبيرة في التحويلات المالية ستساهم في قروض المالية التي ستأتي إلى السودان ستساهم كذلك في فك كثير من المنافذ التجارية التي يمكن تستفيد منها السودان خلال علاقاته مع الدول الصديقة والشقيقة بالإضافة كذلك الاستثمارات التي يمكن أن تأتي من دول كبيرة في مجالات متعددة في التعدين والذهب وكذلك النفط والمساعدة الآن التي يقدمها السودان في دولة جنوب السودان من خلال ضخ نفط دولة جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية إلى مواند تصدير يمكن أن تدخل شركات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية تساهم في زيادة إنتاج عدد البراميل المنتجة من الحقول النفطية سواء كان في دولة جنوب السودان أو حتى في السودان وزيادة الرغع النفطية للضخ وهذا سيؤدي إلى جلب العملة الحرة التي تعاني السودان الآن من الشح لاستيراد الجازلين والوقود وكذلك بعض السلع الحيوية الأخرى مثل القمح وإلى ما زالك هذا كله سيأتي بخير كبير جدا على السودان وسيجعل السوق السوداني منفتح على مستوى القارنة الإفريقية وكذلك على مستوى بعض الدول العربية الشغيقة التي تجوارنا شمالا مثل مصر ودول أخرى ويمكن أن يساهم السودان الآن لأنه سيستضيف قمة أفريقية خلال الأيام القادمة المقبلة بخصوص استئناف جولة مفاوضات سلام دولة إفريقيا الوسطى هذه الدولة لديها علاقة بوحدة من الاشتراطات الأمريكية وهو مكافحة جيش الرب أو مشهودات السودان في مكافحة جيش الرب لأن كان زعيم جيش الرب جوزيف كوني كان يلجى إلى هذه الدولة بخلاف نشاطه في القرن الأفريقي في دول أخرى لذلك أعتقد كل هذه المسارات الآن تتكامل بعضها البعض في إطار تنفيذ المطلوبات الأمريكية لرفع اسم السودان من الدول الرائية للإرهاب واشنطن تقول شط باسم السودان من قائمة الدول الرائية للإرهاب سيكون بشروط كما تحدث أن واشنطن دائما مع أي جولة تضاع المزيد من الشروط هل نتوقع مزيدا من الشروط أم أن البواد الإيجابية من الخرطوم ستكتفي باشنطن بالشروط الأخيرة التي وضعتها لرفع اسمها من هذه القوائم أعتقد أن هذه كل المطلوبات الآن من السودان قد بدأت واضحة للعيان لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما فاجأت الرائية العامة السوداني بإضافة قطع العلاقات مع كوريا الشمالية على مستوى التصنيع السودان استجاب سريعا لهذا الأمر ولذلك أعتقد أن الخرطوم كانت مهيئة لأي اشتراطات جديدة الشرط الوحيد الذي سيبقى هو مسار جدال وربما يحتاج إلى بعض الوقت للتنفيذ هو شرط الحريات الدينية والمصادق على اتفاقيات تصير حفيظة الرأي العامة السوداني مثل اتفاقية سيداو هذا الأمر الآن يخدع للنغاش داخل أجهزة الحكومة السودانية على المستوى البرلماني حتى على مستوى التنفيذي رغم الحساسية التي تصيره اتفاقية سيداو داخل المجتمع السوداني ولكن أعتقد أنه في نهاية المطاف ربما يلقى المفاوضة السودانية إلى واحدة من السيق مع الملايات المتحدة الأمريكية الوفضة المفاوضة لها أن يلقى إلى صيغة مناسبة أو ربما يوقع السودان هذا الاحتمال أيضا وارد أن يوقع السودان لكن يضاف إليها أنه يتحفظ على التنفيذ يصادق على اتفاقية السيداو ولكنه يتحفظ على تنفيذها في أقل من دقيقة هل هي الجولة الأخيرة لعودة العلاقات لطبيعتها دون أن تكون راكدة بين واشنطن والخرطوم باختصار أقل من دقيقة إذا سمحت سيد طلال أعتقد أنها الجولة الأخيرة إذا أضيف إليها الدعم العربي السودان الآن بحاجة كبيرة جدا إلى دعم الإخوة الأشقاء العرب في المملكة العربية السعودية في الإمارات في الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا أضيف هذا الدعم العربي وخصوصا بعد ظهور نتاج الانتخابات الأمريكية الآن وتحريك كل الأصدقاء في هذا الأمر يمكن للسودان أن ينهي هذا الأمر من خلال هذه الجولة لكن يحتاج السودان إلى دعم كبير جدا حتى يخرج من قائمة الدول الرائعة للإرهاب طلال إسماعيل الكاتب الباحث السياسي كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة